وردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة أعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه المواقع والمدن الإسرائيلية هذا وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن أكثر من 30 موقع دوت فيهم صفارات الإنذار عقب إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة موضحة أن من بين تلك المناطق ريشون لتسيون واتل أبيب وحلون واللد وياد مردخاي ومستوطنات غلاف غزة